بعد قيام جيش الاحتلال الاسرائيلي بتدمير مجمع شفاء الطبي خلال الايام الماضية وارتكابه مجازر دموية داخل المستشفى وحرقه لكافة اقسامه حتى صار خارجا عن خدمة فقد ادى هذا العمل الاجرامي الى دفع ادارة المستشفى المعمداني الى فتح كنيسة فيليبوس لاستقبال المرضى والجرحة والتي هي واحدة من ثلاث كنائس في غزة الى جانب كنيسة العائلة المقدسة وكنيسة القديس بيرفيريوس رغم عدم ملاءمة الكنيسة لظروف المرضى حيث تم تحويل الكراسي التي كان يجلس عليها المسيحيون خلال الصلاة الى اسرة للمرضى فبعد انسحاب جيش الاحتلال من المجمع الطبي جرى نقل المرضى الى المستشفى المعمداني ومن ثم لكنيسة القديسة فيليبوس لاكمال علاجهم رغم افتقاد الكنيسة للخدمات الصحية